مستقبل مشوب بالقلق والخوف تعيشه دولتان جربتا الام الهزيمة من قبل فموسكو ومن فوقها الدب الروسي فلاديمير بوتين يحشدون القوات على حدود فنلندا والسويد تحذير روسيا من انضمام فنلندا والسويد للناتو يشعل الخوف في البلطيق عرف الحزن والقلق طريقه الى فنلندا والسويد الدولتان اللتان صنفتا من بين الاسعاد في العالم لكنهما في الوقت نفسه في الفناء الخلفي لاوروبا المتاخم لروسيا لا طالما تحذر روسيا فنلندا والسويد من الانضمام الى الناتو قائلة ان الخطوة لن تجلب الاستقرار الى اوروبا نائب رئيس مجلس الامن القومي الروسي ديمتري ميدفايدف قال ان روسيا ستعمل على تعزيز حدودها الغربية اذا انضمت السويد وفنلندا الى حلف الناتو وكتب ميدفايدف على صفحته بمنصة تيليجرام يقول ان تكرار الخطأ الاستراتيجي الذي وقع فيه اسلافه باهمال الخطر المتربس به من الغرب لا يمكن ان يتكرر ولهذا السبب تحديدا يصر الرئيس الروسي على فرض الحياد المعلن على جيرانه بالترغيب الاقتصادي والسياسي او بالترهيب بالحرب التي يتقن الروس فنونها بلغ التحذير الروسي شدته عندما لوح ميدفايدف بالسلاح النووي وقال في هذه الحالة لن يكون من الممكن بعد الان الحديث عن اي وضع خال من الاسلحات النووية في منطقة البلطيق يجب اعادة التوازن في جانب اخر الجيش السويدي اعلن انه ارسل ارتالا عسكرية الى حدود بلاده الشرقية وينتشر الجنود في شوارع مدينة فيسبل واقعة في جزيرة جوتلند المطلة على بحر البلطيق وذلك في مواجهة التصعيد الروسي وجاءت الخطوة منذ ان اجتازت ثلاث سفن انزال روسية مضيق الحزام العظيم بمحاذاة الجزيرة السويدية وزعامت القوات المسلحة السويدية في بيان لها في مارس المنصرم ان اربع طائرات مقاتلة روسية انتهكت لفترة وجيزة المجال الجوي السويدي فوق بحر البلطيق شرق جزيرة جوتلند الاستعدادات العسكرية السويدية لم تكن وليدة اللحظة ففي عام الفين وتسعة عشر ادركت انها تفتقر الى قدرات عسكرية حاسمة ولن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها ضد هجوم روسي محتمل لذلك قررت زيادة انفاقها العسكري بنحو اربعين في المئة مع زيادة الميزانية العسكرية بمقدار ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار امريكي بحلول عام الفين وخمسين كذلك منذ استقلالها عن روسيا منذ اكثر من قرن لم تتوقف فالندا عن الاستثمار في قدراتها الدفاعية فطلبت مؤخرا شراء اربعين وستين مقاتلة من طراز اف خمسة وثلاثين بقيمة تسعة مليارات ونصف المليار دولار امريكي رئيسة الوزراء الفلندية سانا مارين صرحت في اجتماع برلماني ان بلادها مستعدة للحصول على عضوية الناتو اذا اثيرت مسألة امنها القومي وفي اجتماع مع السويد وفلندا نهاية يناير الماضي حول الوضع الامني المتدخور في اوروبا دعا الامين العام لحلف شمال الاطلسي يانس ستولنبيرغ البلدين الى الانضمام لحلف شمال الاطلسي مشددا على ان لكل بلد الحق في اختيار تحالفاته العسكرية الخاصة مع هذه الدعوات المباشرة لانضمام الدولتين المحايدتين بين قوسين بل وعزمهما على الانضمام الفعلي في الصيف القريب تصبح الرؤية ضبابية للمحللين والمراقبين الذين يرون في تلك الخطوة تهديدا خطيرا لاوروبا خصوصا ان بوتين اظهر في مواقف مختلفة انه لا يتهاون في مسألة الوجود الغربي في فنائه الخلفي خصوصا منطقة البلطيق وظهر هذا جاليا في تصريحات المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف الذي قال ان هذا الامر تم التطرق اليه مرارا وان الرئيس فلاديمير بوتين اصدر امرا بتعزيز جناح روسيا الغربي ردا على التوسع العسكري المحتمل للحلف الاطلسي روسيا تجعل من مسالة استمرار توسع حلف شمال الاطلسي شرقا سببا للحرب في ملف تؤكد فيه موسكو انها تعرضت للخيانة منذ سقوط جدار برلين ويعارض اليسار في فنلندا والسويد الانضمام بشدة في حين يبدو اليمين موقفا اكثر تأييدا وعلى الرغم من استمرار الاتصالة الدبلوماسية بين البلدين قال نائب وسير الخارجية الروسي لقد انضمت السويد وفنلندا الى العقوبات الاقتصادية وتشاركان في الحملة المناهضة لروسيا التي اطلق العينان لها في الغرب وهذا هو واقع اليوم الحجد الروسي على حدود البلطيق جعل فنلندا نفسها تصف الانضمام الى الناتو بانه سلاح ذو حدين حيث قالت سانا مارين ان التقدم للحصول على العضوية او عدم القيام بذلك كلاهما يحملان مخاطر فريق اخر يرى انه اذا دخلت فنلندا والسويد في حضيرة حلف الاطلسي ستزيد مساحة مواجهة روسيا مع الكيان الغربي ما قد يهدد بتشتيت الجبهة الروسية واضعاف وضعها العسكري قبل الاقتصادي ولكن الشواهد التاريخية تؤكد ان اي صراع في هذه المنطقة سيكون مكلفا خصوصا لدولتين صغيرتين مثل فنلندا والسويد فبحلول نهاية التقاتل في الحرب العالمية الثانية ظلت فنلندا بلدا مستقلا وانجرت فلدانتها لكنها اضطرت الى التنازل عن قرابة عشرة في المائة من ارضها بما فيها رابع اكبر مدنها فايبوري ودفع قدر كبير من تعوضات الحرب للاتحاد السوفيتي السابق والاعتراف رسميا بالمسؤولية الجزئية عن تلك الحرب اما السويد في الحرب ذاتها قدمت عدة تنازلات واحيانا منتهكت حيادها لصالح كل من المانيا والحلفاء الغربيين وفي الغزو الالماني للاتحاد السوفيتي سمحت السويد ليرثيرماخت باستعمال سكك الحديدية السويدية في نقل فرقة مشات المانية من الناروج الى فنلندا الى جانب مدافع الهاوتزر والدبابات والاسلحة المضادة للطائرات والذخيرة الخاصة بها ومع عدوي طبول حرب شبيهة في القرن الحادي والعشرين هل سيعيد التاريخ نفسه ويثبت ان الحياد يضاف الى المستحيلات الثلاثة فيكون هو رابعها